عيونهم على موراء هذه المواقع التي وصلوا إليها واستماتوا في الدفاع عنها هنا في تبتي الضواري والدباشي غرب محافظة لحج أحبط الجيش هجوما حوثيا أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا في مواجهات عنيفة استمرت لساعات على بعد مجموعة من السلاسل الجبلية كانت قوات الجيش المسنودة بالمقاومة تتصدى لهجوم حوثي مماثل على مواقع عسكرية في محافظة الضالع مصادر عسكرية أكدت أن مواجهات عنيفة أعقبت الهجوم الذي شنته الميليشيا على منطقة وينان شمال غربي منطقة موريس مشيرة إلى أن المعارك أوقعت خسائر في صفوف الحوثيين فضلا عن إعطاب آليات عسكرية انتقالا من موقع الدفاع إلى الهجوم في محافظة الضالع شنت قوات الجيش هجوما عنيفا استهدف مواقع تتمركز فيها العناصر الحوثية في الأطراف الغربية لمنطقة الزبيريات بالإضافة إلى الأطراف الشمالية الغربية لمنطقة باب غلق شرق منطقة الفاخر هجوم تمكنت خلاله القوات الحكومية من استعادة تبتين في أطراف منطقة باب غلق بعد أن سيطرت عليها الميليشيا قبل أيام وما بين وضعية الدفاع والهجوم في جبهات لحت والضالع لا تزال عمليات تحشيد ميليشيا الحوثي مستمرة في محاولة لتعويض خسائرها وقتلها الذين سقطوا في معظم مناطق البلاد